السلام عليكم حياكم الله معكم أخوكم طارق بهذه المراجعة جايب لكم تابلت يعني من البداية خلونا متفكين سعره ومواصفاته والمميزات اللي موجودة فيه متوافقة ومتزنة بعرفكم على تابلت أو الجهاز اللوحي من بلاك فيو واللي اسمه تاب سيفينتي واي فاي خلونا نشوف محتويات الصندوق بصراحة الأشياء اللي كانت موجودة بداخله فاجعتني عندنا هنا 64 جيجا بايت وعندنا أيضا 12 جيجا بايت الرام 64 جيجا بايت لكن بنرجع بعد حتى لمساحة التخزين وبشرح لكم ليش عندنا أول شي هنا التابلت وجاي معه غلاف حماية بنفس الوقت وهذا شي رائع ميزة الغلاف هذا أنه أول ما تفتحها تشتغلك الشاشة يعني خل نفاجأ نفاجأ الحين التابلت كذا طفت كذا فتحت لما تطويه كذا للخلف يصير ستاند يعني نتخيل أنه هذه طاولة خلاص وقف هنا وهذا هو ستاند بكل سهولة وبساطة كفر لو تلاحظون شوفوا كأنه قماشي تخليه من ورا كذا وتشيله معاك أيوة وتشتغل باقي شغلك شوفوا ستكر حماية للشاشة هذا هو الستكر كابل الشحن ونقل البيانات وعندنا رأس الشاحن وهذا هو كتاب التعليمات طيب خلاص نرجع الحين كل الأغراض ونجي نتفاهم مع التابلت أول شي نجي للشكل الخارجي عندنا شوفوا هنا منفذ الجاك أوديو أو اللي يسمونه ثلاثة ونصف ميلي هنا رفع تقصير الصوت وهنا زر التشغيل والإغلاق لاحظوا هنا عندنا من الأعلى يو اس بي تايب سي هذا للشحن ونقل البيانات وجنبه هنا يطلع لنا مكان لذاكرة خارجية معنات الجهاز ممكن أن تضاعف الذاكرة الداخلية طالما أنها 64 جيجا بايت هذا اللي ذكرت لكم في بداية المراجعة عندنا اثنين من السبيكرات هذا السبيكر الأول وهذا السبيكر الثاني تابلت شكله جميلة بصراحة الشاشة حجمها 10.1 من البوصة يعني شاشة جميلة خدمات جوجل بالكامل موجودة بالترخيص فهذه واحدة من المميزات استجابة في الجهاز جميلة بصراحة يعني أنا ما توقعت خصوصا أنه سعره زي ما ذكرت لكم في ملصق أو العرض لهذا الفيديو أو عنوان الفيديو أنه ما يتجاوز 350 ريال طبعا هذا عرض حصري من شركة المستقبل فقط في السعودية أو المملكة العربية السعودية إذا رجع لسعره الطبيعي ممكن يوصل إلى 700 ريال لكن حاليا الشركة وحسب ما تواصلوا معاي نفس شركة البلاك فيو قالوا أنه العرض هذا موجود حاليا عن طريق FMP أو شركة المستقبل طالما في عندك جوجل بلاي فعندك اليوتيوب عندك المتصفح عندك متجر الجوجل بلاي اللي ممكن أنت تحمل عليه كثير من التطبيقات واجهة الجهاز والمعالج بسيطين جدا يعني لو تلاحظون حتى هنا واجهة المستخدم لو أسحب من الأعلى قبل شوي وريتكم كيف أنها تندرج التطبيقات هذه هي التطبيقات موجودة لو نسحب من الأعلى عندنا يعني واجهة مشابهة لواجهة الأندرويد الخام أو الأصلية هذه هي الأيقونات موجودة البلوتوث الوايرلس التحكمات الكاملة أو لوحة التحكم اللي تظهر أمامكم وحدة من المميزات الرائعة اللي أنا ما قدرت أتجاوزها وهو وضع البي سي وضع البي سي لو نضغط عليه الآن هذا وضع البي سي يقول لك هل أنت متأكد أقول له طبعا أنا متأكد تحويل الآن الحين غير لي الواجهة قبل شوي أنتوا تذكرون كنت أسوي إدراج سحبوا إدراج وسحب من أعلى ومن أسفل الآن لا مختلف الآن مثل الكمبيوتر شوفوا كده هذه قائمة إبدأ زي الكمبيوتر لاحظوا كيف لاحظوا كيف كأنه كمبيوتر بي سي بالضبط حتى لما أفتح أي تطبيق من التطبيقات الآن مثلا خلوني أفتح هذا التطبيق بيطلع كأنه نافذة الله عدد لو أنت تربط معاها ماوس تصير تتعامل معاك كأنه كمبيوتر فعليا فهذه ميزة رهيبة بصراحة تقلب فجأة كذا تستخدم نظام يشبه واجهة الويندوز وفجأة ترجع كأنك تستخدم تابلت تطبيقات أشياء خفيفة فهذا يعطيك مرونة في ممارسة الأعمال وبنفس الوقت أنك ممكن تستخدمه استخدام شخصي أو الترفيه أو استخدام مع الأسرة والأصدقاء نجي الآن للمواصفات التقنية والعتاد اللي موجود من شركة بلاك فيو على تاب 70 واي فاي الشاشة حجمها 10.1 من البوصة ودقتها HD Plus وتدعم ثلاث أوضاع مريحة للعين مثل الإضاءة الصفرة اللي يلغي لك الإضاءة البيضاء والزرقاء فيعطيك راحة للعين وأيضا اللي هو النمط الداكن وغيرها يدعم تقسيم الشاشة وزي ما شفته قبل شوي عندنا نمط أو وضع البي سي ووضع التابلت لكن تعدد المنافذ فيه شيء جدا رائع أما البطارية فهي عملاقة وحجمها 6580 ميلي إمبير آور الرام تجي 4 جيجا بايت وقابلة للتوسع عن طريق الاستعارة من مساحة التخزين أما مساحة التخزين تجي 64 جيجا بايت زي ما ذكرنا وتدعم ذاكرة خارجية إلى 1 تيرابايت التابلت صراحة جميل ورائع وزي ما تلاحظون هنا حتى التصميم أنيق وكذا وشكله إحنا نقول وظف يعني شيء كذا صغير وحليه ومعاك في يدك تقدر تتنقل فيه وما فيه هذاك الثقل بالوزن يعني الوزن الطبيعي لأي تابلت مع كفر حماية متين وقوي يمنع من الخدوش على الجهاز وأيضا يحمي الجهاز وصلنا لختام مراجعتنا لجهاز بلاك فيو تاب 70 واي فاي أتمنى إن شاء الله أنه أعجبتكم هذه المراجعة إذا كان عندكم أي استفسارات أرحب فيها في صندوق الوصف لا تنسون الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب في حال أعجابكم ومشاركته مع أصدقائكم وأحبابكم وألتقيكم إن شاء الله في مراجعات أخرى وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر